السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيتجدد اللقاء مع محاضرة جديدة ومعلومة جديدة مع قناة متعة التعلم مستر طريق سعب ان شاء الله النهاردة هنجاوب على سؤال جالي من احد الطلاب السؤال انه هزاي يربط الواتس ااب بتاعه او برنامج الواتس ااب الموجود على الموبايل وينزله على الكمبيوتر ويقدر يتعامل مع الواتس ااب على الموبايل والكمبيوتر في نفس الوقت الموضوع بسيط جدا وسهل محتاج عشان تعمل ان يكون عندك حساب واتس ااب على التليفون بتاعك مفاعل وشغل وتنزل برنامج الواتس ااب على الكمبيوتر بتاعك زي ما انت شايف انا داخل على الموقع بتاع الواتس ااب اهو whatsapp.com download هذه الموقع اللينك بتاعه هسيبه اسفل الفيديو بتروح بيقولك انت عايز تنزله اندرويد على الموبايل ولا عايز تنزله فور ويندوز انا هختار فور ويندوز وقوله download فور ويندوز هدوس على هزي الايكونة هيبدأ هو ينزل البرنامج الواتس ااب اول ما دوز كلاك هنا هيبدأ يعمل تنزيل للبرنامج اهو زي ما انتم شايفين بنتظر لغاية ما ينزل البرنامج بشوفه معايا اهو انا كنت ننزله قبل كده اهو هبدأ اخذه على سطح المكتب عندي ده البرنامج طبعا بياخد وقت شوية من خمس لعشر دقايق انا نزلته لانه حجمه حوالي مية وخمسين ميجا بعد ما نزله ببدأ اسطب البرنامج اسطبه ازاي كليك يمين ران از ادمينستريتور عشان يبدأ ينزل معايا الجهاز بتاعي بنتظر لغاية ما ازبطه وانزله كبرنامج على الكمبيوتر عندي ازل البرنامج معايا بيكون موجود بحطه الاختصار او بنزله معايا على الكمبيوتر بتاعي انا منزله اهو ببدأ افتح برنامج الواتس ااب من الكمبيوتر عندي بيشتغل معايا اول مرة اول مرة بيشتغل معايا بتظهر الشاشة بتاعته بالشاشة تمام بيديني في الخطوات بتاعتي بيقولي لاستخدام الواتس ااب على الكمبيوتر في شوية خطوات لازم تعملها عشان يشتغل معك بتظهر بس يفتح معايا خوة طبعا عشان اول مرة بيشغله بنزله على الجهاز بياخد وقت لغاية ما يعمل اعداداته ويزبط على الكمبيوتر عندي بدأ يشتغل معايا اهو بيقولي الخطوات يبقى الخطوات اللي بعد كده بعد ما نزلته وسبدته على الجهاز هروح بقى تابع الخطوات من التليفون بتاعي وهحاول برضو اسجلها لكم بنروح للتليفون اهو بنروح لدورة على البرنامج الواتس ااب اللي هو نازل ومتسجل على التليفون بنفتحه ونبدأ نختار الاختيار اللي اسمه واتس ااب ويب بيبدأ يقولي تو يوز واتس ااب ويب جوتو اه اه الموقع بتاع الواتس ااب ونزله طب منزلت البرنامج بيبدأ يقولي طب وجه الكاميرا بتاعتك بعد ما اخترت كاميرا الموبايل اهو بروح اوجهها للاختيار البركودي اللي موجود معايا هنا ده اهو عشان طبعا لازم اطلع الاول لو انا كنت داخل قبل كده وابدأ اوجهها للعلام اللي موجودة معايا اهي ببدأ خلي العلام تتسجل بدأ يسجل معايا كل اللي موجودة على الواتس اابعت تليفون بينزل معايا على الكمبيوتر وببدأ استخدمه بشكل كامل زي ما انا عايز ما فيش مشكلة خالص اهو ظهر معايا هو بس اللي لازم تكون واخد بالك ان انت كل مرة تستخدم الواتس ااب من الكمبيوتر لازم يكون التليفون مفتوح وجنبك مش بعيد او مقفول لان لو حتى هو بيلك خلي تليفونك متصل لو التليفون بعد او مش متصل مش هيشتغل الواتس ااب بتاعك على الكمبيوتر كده تقدر تتعامل مع الواتس ااب تقدر تفتح اي محادثة تتعامل معاها تضيف صور من الجهاز تتعامل كأنك بتتعامل بشكل عادي جدا وكده نكون ربطنا الواتس بالكمبيوتر والتليفون وشكرا وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة ان شاء الله